السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم فيديو جديد على قناتي نتمنى تكونوا بخير بأحوال جيدة يا رب الفيديو اليوم هو وصفة تركية اسمتها الدولمة هي الفلفلة معمرة بالكفتة والرز هو نغم المحتاحة ولكن نجد لكم طريقة مختلفة بمثال الاطراك حيث كما تشوفوا معي في الفيديو كما تشوفوا معيك هنا فلفلة خضرة وفلفلة مجفة حيث نغم المحتاحة تركي بحالة كي وجدوا السوبات السوبات فتوية فشتوة ما كيكون عندهم تلجي خلصا في هذه المدينة اسكيشيرو كتكون باردة بالزب والخضرات اللي كتكون ما كتكونش اوغانيك ما كتكونش طبيعية هناك كيف تضلؤ انهم يشروب الخضرات بالزب في الصيف لا يضعوا شي في الكنجلاتور والباقي يجفو ومسلا غنوريكم في فيديو اخر واحد الحريرة كيدلوها اسمتها تارهانا سوب حتى يوجدها ويشربوها في الصيف إلا بريسوا تشوفوا الطريقة تحتها اشتركوا معي في الفيديو اشتركوا في الصيف 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 احيانا يحبون بالنسبة لذلك نحوة وحصة أخذ بالسلطة الآن للمزيزة سيبت مع البعض التعليم شكرا وغير آخر أبدا خذ أبدا شكرا اشتركوا في القناة 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 انا يجب ان يجب ان افضل الى اصبحت افضل الى افضل الى اصبحت افضل الى افضل مصر نضع بيكو يوم نضيفها نضيفه صلصة نضيفه لنضيفه نضيفه مفق انا أخذتها عشان لنضيفه روزة أردت تلك تنرسة مائشة بساجة اقوم بجيء يجب أن أضع الروز لن تحضر الروز لا تحضر الروز لأنه يجب أن تحضر الروز لأنه لا يمكنك أن تحضر يملك الروز يجب أن تحضر الروز يجب أن تبقى كهزة كمية اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة 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 وهذه الخضراء شكرا على حسن المتابعات أتمنى أن تفتحكم وإلى فيديو قادم إن شاء الله